طيب رغم هذا الحرص ورغم هذا الأداء ورغم هذا الدور الوطني الكبير اللي النادي الأهلي بيلعبه وبيعمله وبيحرص عليه الموقف غير مفهوم على الإطلاق في علاقة الأهلي بالجاهة الإدارية وهنا أتحدث عن معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي عشان كده كانت مجلة الأهلي النهاردة في عددها الأهلي عايز حقه يا معالي الوزير علشان يقدر يقوم الأهلي ليواصل دوره الكبير الوطني الكبير الأهلي عايز حقه يا معالي الوزير حقه وهنا ليه بقول حقه؟ لا منحة ولا هبة ولا عطية ليحة وزارة الشباب والرياضة في 2013 ودل أشار إليها الأهلي في ست خطابات خلال خمس شهور مهان سعد لأشار في البداية لغة التناش لغة غير مفهومة إحنا بنصدر معاني ومفاهيم للناس ما يصحش تكون إنه لما جهة كبيرة محترمة بحجم النادي الأهلي تخاطب جهة كبيرة محترمة زي الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أبسط حق للنادي الأهلية معالي الوزير إنه يترد عليه يترد عليه بحاجة من اتنين يا إما ما عنديش ليحة من 2018 بتقول إنه الفريق اللي بياخد بطولة أفريقيا لهم مكافئات وبالمناسبة تقدر تسأل المهندس حسن صقر وزير الشباب والرياضة أو رئيس المجلس الأعلى رئيس جهاز الرياضة وقتها نجلس القوم للرياضة هو صاحب هذا القرار تقدر تسأله الوزارة فيها قرار بهذا المعنى فيها ليحة مكافئات بهذا المضمون ولا لا هو استند إلى التصرف اللي عمله الوزير طهر أبو زيد لما قالك ده أنا مش مجبر ده تصرف فردي لكن أنا بتكلم على سند لائحي موجود في ليحة مكافئات الوزارة هنا يترد على الأهلي يتقلوا حاجة من اتنين يا ما عنديش ليحة وأنت بتتكلم غلط يا أنت ما خدتش بطولة أفريقيا التاسعة والعاشرة وبتضحك علينا لكن أما وإنه الأهلي جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد خد بطولة أفريقيا وفرح الملايين من جماهيره سمح لي بس يا رد تالث وهناك لائحة مكافئات خاصة إزاي ما يتردش عنده رد تالث يقولك هي كده ما هي كده ده مش رد لا رد والله يا ريت يقول هي كده بنصدر للناس معاني في العلاقة لا تجوز هو ما يقدرش يقول هي كده بس هو بتصرف أن هي كده أنا عايزك تقول لي ليك حق اللايح ما بتقولش كده أو أنت مخدتش بطولة ولا هي كده التصرفك بعدم الرد أنت ماشي في سكة هي كده يا ريت نشوف يا جماعة صورة من الخطبات الستة اللي في خمس شهور اللي عرضناها لسبوع اللي فات ولغتها صراحة كانت سبقة وأن عرضنا بالإشارة إلى خطابنا أرجو التفضل بقبول لغة في منتهى الشياكة والاحترام تليق بالنادي الآلي وتليق بمعالي الوزير بالإشارة إلى اللائحة آه لكن أنا بذكر لك اللايحة بذكر لك لائحة المكافأة اللي عندك وبقول لك والله العظيم خدت بطولة أفريقيا وتقدر تسأل الناس يقولولك خدت بطولة أفريقيا التاسعة والعشر ولا لا وعندك لائحة موجودة إزاي ما يتردش ثم الإعانة الإنشائية وهنا أنا بقول المساهمة في الإنشاءات لما النادي الآلي يقوله يا معالي الوزير أنا مش عايز منك فلوس هناك جهة وطنية محترمة ممثلة في جهاز إدارة التشغيل ليه مستحقات عندي ليه مستحقات عندي وأنا ليه مستحقات عندك يا سيدي اعمل ابعت مباشرة للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة 130 مليون جنيه اللي مطلوبين مني أنا ما عملتش غير أن أنا أنشأت هذه المنشآت لما أجأ افتتح صالة كاراتية صالة والوزير رجل من أبطال الكاراتية أكيد يعلم حجم إسهام النادي الآلي في بطولات الكاراتية والتحاد الكاراتية كما يعلم أنه صالة تنس الطاولة بتخرج لمنتقب مصر أفضل للأبطال في أفريقيا مبارح يا معالي الوزير أكيد سمعت على هانا جودة هانا جودة هذه الطفلة المصرية المعجزة بتاخد تحت 15 سنة الميدالية الزهبية لزوجي بطولة العالم في البرتغال بتاخد مع اللعبة اليابانية الميدالية الزهبية وبتاخد في الفرد الميدالية الفضية لبطولة العالم هانا جودة خريجة هذه الصلاة اللي النادي الآلي بينشأها لهؤلاء الأبطال عشان فعلا يقدموا النموذج المصري الرائع لللاعب الرياضي المصري وللطفلة المصرية في بطولة عالم مباراتها مع البطلة اليابانية كانت شديدة الندية أربعة اثنين وكل الأشوات قريبة يعني كانت قابقة وسينة وقد نتحقل زهبيتين فده إنجاز يجي لك كل قد إيه ده ومين يدر يقدمه لغير نادي بيشتغل بشكل النادي الآلي في هذه الرياضة وألاقي في كل أبطال تنس الطاولة اللي خرجتهم صلاة النادي الآلي منتخب مصر بنسبة 95% من لعبيه ولعباته نشئيه ونشئاته من أبناء النادي الآلي ومصنف عالمين المصنفين عالميا من ولاد النادي الآلي ألاقي لسكواش نفس الدور فلما النادي الآلي يقول لي معالي الوزير الإعانة الإنشائية مش بتتعلق بي أنا مش رايح أصرفها على أي حاجة أنا بكلمك على منشآت رياضية تخدم البلد وتخدم منتخبات البلد وتقدر تخليني أساهم بهذا الدور الوطني في أن أنا أقدم للمنتخبات الوطنية كل هذه العناصر رعاية الشباب تربية الناش وأنا لما بتكلم على أن النادي الآلي إسهاما منه في التفاعل مع توجه الدولة في رعاية زو الهمم فيضيف لأجندته الرياضية لجنة خاصة بسباح زو الهمم وينضم إليهم أحمد طارق زي ما شفت ترحيب كابتن محمود القطيب به وتوجيه الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عفتاح السيسي على رعايته لكل الرياضيين وبالذات فئة زو الهمم والنادي الآلي يضيف لأجندته الرياضية في استمرار نشاطه لخدمة ولاد بلده هذا البرنامج إزاي يتطنشي نادي الآلي إزاي ما يتردش عن نادي الآلي إزاي ما يتقلوش ديك أو ملكش إزاي ما يترحش الفلوس ثم إنه هو النادي الآلي ما بيتكلمش أبدا بمنطق شمعنا اللفظ المستخدم عند غيره لأنه لو تقلش معنا هيتقل فيه أندية أخرى بتعان الوزير بيقوم بدوره تجاهها بتتوجه له خطابات شكرة على هذا الدور ويشكر على هذا مهمته إقالة كل الأندية والهيئات من عثراتها ده دور مهم جدا سنة مؤدد من نفس الشركة اللي مش عايزة تديني حقوقي أنا كنادي أهلي يبقى لي وأنا بقوم بهذا الدور على كل هذه الألعاب وتجاه كل هؤلاء الأعضاء في أربع مقرات بيمثلوا طفرة إنشائية وأعمارية وتنموية كبيرة جدا في أربع مقرات يبقى النادي الآلي لو عند الشركة الرعية 328 مليون جنيه ما ياخدهاش في الوقت اللي سيادة الوزير بيسعى إنه نادي الزمالك ياخد حقوقه من نفس الشركة مستقبلا بعدين يتقال لك إيه أصل النادي الأعلي مستقر وزمالك غير مستقر طب نضرب استقراره بقى نضرب استقراره فين استقرار المادي مش موجود الإداري بتتحدى جمعات العمومية بتدينيش مجلسه بالكامل الكرة بتعمل لي تعارض بيني وبين المنتخب في الأداء يعني يعني هل هو ده مع مفهوم الاستقرار أنا مستقر إن أنا بالأفراد موجود ماشي صح وماشي صح وما بتدينيش حقوقي فبتدربني في استقراري بقراراتك مرة ما تنتخبش ما تعتمدش تقرير الجمعية العمومية وإرادة الجمعية العمومية ثم عدم بازل أي جهد لحصول النادي الأهلي على مستحقاته مع أنه النادي الأهلي بمنتهى الوضوح والاحترام قال له معاليك يا معالي الوزير حول قيمة كذا للشركة أو لجهاز الدراء الهندسية في القوات المسلحة هي اللي قائمة بالأعمال الانشاية وانتم ملاحظين أنه النادي الأهلي فيه قراراته حتى الجديدة في الأعمال الانشاية الجديدة تكليف إحدى الشركات أو المؤسسات الوطنية لأنه بيعمل من خلال مؤسسات يعني أنا ما طلبتش منه أن ياخد جزء من مستحقات اللي تالشركة الرعي وستطيع أن يضغط عليها زي ما بيعمل ويروح يتفحل ما طلبتش منه كده أنا بقول له الفلوش اللي ليه عندك اديها للهيئة الهندسية ايه تاني مطلوب يعني نرجو نرجو الأمور دي جيلنا يعني نجد ليها صدى احنا بنثمن دائما وعايزين نتعاون دائما مع الجهة الإذارية وبنثمن دورها عايزين نتعامل على الاتحادات لكن الحقيقة ما يحدث الآن مع النادي الآلي في الأشهر الأخيرة يخليك منتش فاهم ايه اللي بيحصل